اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتتميز وتعمل نتائج كويسة بتكرم داخل مجلس النواب اللعبات اللي هي طبعا كرة القدم بالناقش برضو زي مستقبل كرة القدم وناقشناها ديات في آخر في الدور اللي هو قبل الأخير ده الفترة الأخيرة نقشنا قضية ترفع الأسقال كنا عاملين طلبات أحاطة يعني الرياضة المصرية دائما في مجلس النواب تبقى تحت الميكروسكوب سواء في إيجابيات أو سلبيات في الإيجابيات بقى في تكريم سلبيات احنا بنحط دينا على سلبيات وبننقشها وبنعمل طلبات أحاطة بنجيب المسؤولين ويتكلموا بحيث ان احنا عاوزين نوصل لرياضة مصرية محترفة يعني احنا طبعا خلاص عهد الهواية ده انتهى احنا بنركز دلوقتي على ان يكون كل اتحاد رياضي وبالهيئاته لازم لازم احنا نوصل لدرجة ان يكون فيه منظومات محترفة لان الرياضة في العالم كله رياضة طبعا حتة الهواية دي تبقى فيه الممارسة الرياضية فقط فيه مراكز شباب فيه الساحة الرياضية فيه الاندية الاندية الاقليم الكلام ده كله لكن الاحتراف ده هو دلوقتي اساس العمل الرياضي وان مشاط الرياضي اللي هو بيصارع او بينافس على البطولة سواء بطولة محلية او بطولة اقليمية او بطولة قرية او بطولة عالمية او دورة اولمبية فطبعا دي كلها حاجات لازم الصورة تتغير ولازم سياسة وزارة الشباب والرياضة تتغير في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الاحتراف تطبيق الاحتراف والهواية او الممارسة الرياضية تكون متاحة للجميع وفي نفس الوقت احنا قطاع البطولة بقول قطاع البطولة يعني يبقى هو ده اللي نطبق فيه نظام الاحتراف طيب ابدأ معك بقى وهنتكلم في محاور كتير لكن ابدأ الاول بالنادي الاهلي النادي الاهلي في الدور العام عامل نتائج ولا اروع خلال هذا الموسم مستوى اداء نتائج ارقام كلها مميزة جدا تعليق على هذا المستوى وعلى هذا الشكل الفني اللي وصل للاهلي خلال هذا الموسم طبعا عشان الاهلي يوصل لهذه المرحلة من تحقيق هذه النتائج المتميزة طبعا 14 فوز في 14 مباراة تهديف معدل تهديف عالي بيوصل الى حوالي 3 اهداف في المباراة ده كله مش من فراغ يعني ده كله فيه تخطيط وطبعا ادارة النادي الاهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة ولجنة التخطيط ده شغل يعني ده شغل ما حدش المتفرج العادي او المشاهد العادي ما يحسش بهذا العمل لكن فيه جهت من خلف السطار فيه مطبخ بيتعمل طبعا مش كله مدرب ولعيبة او فريق لا فيه تجهيز لانك انت تعمل فرقة بهذا المستوى عدد كبير من اللاعبين زي ما بنقول كده سكواد كبير يعني عندك انت الاهل فيه 30 لاعب حوالي 30 لاعب جهزين انت ممكن تعمل فرقتين كاملين فرقة تلعب بها مطش وفرقة تلعب بها مطش اخر وده اللي بيحصل في التدوير فطبعا ده مش من فراغ انت ازاي ان انت وصلت ان انت تجيب هذا العدد وتعمل هذا العدد الكبير من اللاعبين اللي هما مستواتهم متقربة ومواهب وقدرات فطبعا ده فيه عين خبيرة فيه فيه تجهيز فيه تخطيط فطبعا ده هو اللي وصل لاختيار جهاز فني على مستوى عالي برغم ان الاسم كان حصل عليه جدل ولا ده مفيش خبرة ده مش عارف ايه وفعلا يعني مثلا ما نتكلم على فيلر الخبرة هي الحاجة الوحيدة ان هو دخل في الجو والاجواء المحلية على طول ما خدش وقت لكن الاجواء الافريقية دي بتاخد وقت لان انت ان الدول المحلي خلاص احنا الاندي عارف بعضها وحتى لكن بالنسبة ليه الاجواء الافريقية مختلفة تماما على الاجواء المحلية فطبعا ابتدى هو حتى كمان ابتدى يدخل في الاجواء الافريقية وان شاء الله الفترة اللي جاية هنبص نلاقي طبعا مع سواء الخبرة بقى للمدرب او خبرة اللاعبين يعني انت عندك منموعة كبيرة جدا من اللاعبين ما عندهمش الخبرات الافريقية الكافية اللي هي تأهلهم للمنافسة الشارسة والقوية مع وخصوصا البطولات الافريقية السنادي او دولة ابطال افريقيا بالتحديد المستوى فيه عالي جدا اكيدوا ابقى فيك تسب وقت يعني مع مباراة اخرى ابقى فيك تسب مع الأدوار المتتالين طيب 14 فوز متتالية الاعلام او الصحافة بترسد الرقم ده ازاي؟ بتشوف الاستفادة منه ازاي؟ شوف هو طبعا الاعلام دي حاجة طبعا فيه ارقام احنا ارقام تحطمتوا ارقام لسه ما تحطتمتش فالرقم اللي اتحطمت اللي هو الرقمsehen بتاع بانيفراير لكن الرقم اللي لسه ما تحطمش بتاع منه الجزين والأتنين أهلي والأهلي زي ما بنقول كده بينفس نفسه في تحطيم الأرقاب ما احترامنا تقديرنا طبعا لكل الأندية الأخرى المنافسة والمنافس التقليد الزمالي لكن أنت في النهاية بتتعامل مع الأمر في أن دي ظاهرة ودايما الأهلي بيعمل هذه هذه الظواهر أنك أنت تكسب 14 مباراة متتالية في دوري قد يكون مثل بعض بيقول أن الدوري السنة دي أنا مش مش مشكلتي أن الدوري قوي أو ضعيف مشكلتي ودي الحاجة اللي هي بتحسب ليه الجهاز الفني سواء بقى البيلر أو إدارة الكرة كابتن سادعب حفيز فطبعا دي بتحسب لهم على أنه أنت زي الليفربول كده أنا بقارن حتى كتبت مقال قارنت طبعا مع فرق المستوى المستوى والإمكانيات هناك وفرق الدور هنا والدور هناك لكن أنت فيه يعني سمة مشتركة بين الاتنين أن أنت بتتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة حقيقة عشان توصل للبطولة الكبيرة لازم تعتبر كل مباراة من المباراة اللي أنت بتلعبها بطولة بطولة خاصة أو مباراة كأس أنت يعني ليس أمامك إلا الفوز وتلعب على هذا الأساس فيش حاجة أسمعه أن أنا بحصل أو بجمع نقاط لا أنت بتلعب عشان تأخذ البطولة الأكبر يبقى تتعامل مع كل مباراة لأنها بطولة خاصة فده طبعا دي دي الحاجة اللي بتميز الأهلي وبتميز طبعا ليفربول طيب لما اتكلمت مع فيلر حتى في المؤتمر الصحفي في مباراة الأمس مع طلاق الجيش قلت له أنت مويرح أقولي 4-5 لعبة في التشكيلة الأساسية وإيقاع المباراة أو إيقاع الفريق منزلش ما هبطش فكرة التدوير والروتيشن كان دايماً بيتقلنا أصلا بيأثر على الانسجام وبيأثر على المستوى الفني لأن الفلسفة بتاعتك مش كده خالص رد علي قال لأنني بشتغل مع الفريق على جزئيتين أن أنا بحضر الفريق كله ذهنيا بشكل كويس جدا عشان مرحلة التركيز تبع علي عنده كل والنقطة التانية بيتعامل مع الجميع بنفس الشكل ما عنديش فرق ما بين أساس وإحتياطية صح فلسفة جديدة على الدور المصري دي طبعاً دي أولاً دي قدرات وأنا بحس أن هذا الرجل يعني عنده عمق في التفكير وفي في الإدارة الفريق الناحية الفنية طبعاً وده مش ناحية فنية بس ده أكيد الرجل ده عنده قدرات في التعامل النفسي إزاي تتعامل مع اللعبة دراساته كمان أنا دارس إعلام بالضبط هو دي حاجة فجأتنا مبارح فعلاً أن أنا بس مع المؤتمر الصحفي أنه هو يعني حتى بيتعامل في ردوده أولاً مع الإعلام ما بيحركش حد يعني بيتعامل باحترام شديد جداً وفي نفس الوقت ما بيديش طبعاً الإعلامي أو الصحف اللي بيسأل عاوز يوصل لحاجة معينة هو ما بيدلوش الحاجة دي لأن طبعاً في النهاية بيقوله إيه للأمر ده خاص بي أنا وده طبيعي وبيديله المعلومة اللي هو اللي هو عاوز يطلح يعني المعلومة اللي أنا عاوزها تطلع بقى هي اللي بديها لك لكن أنت مش هتكبرني أن أنا أدي لك المعلومة اللي أنت عاوزها لأن ممكن أدي لك معلومة أنت عاوزها هتضر بالفريق أو هتطلع حاجات أنا مش عايز أطلعها في الفرقة مثلاً فطبعاً دي حاجة يعني يحسب لهذا الرجل قدرته على التعامل مع كل العناصر سواء بقى الإعلام ودي دي 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 مش أي حد يعني في واحد يعني ممكن مدرب كويس جداً لكن ما أعرفش يتعامل مع الإعلام فيحصل صدمات زي ما شفنا المدرب السابق لازارتي لازارتي كان دايماً بيصطدم بالإعلام في الفترة الأخيرة كان صدماته شديدة جداً مع الإعلام فطبعاً هنا أنت إزاي بتتعامل معه وهو زي زي النجم هو النجم برضو اللاعب نفسه أنت بتعيش حياتك إزاي وهو أنا النجم ده جوه الملعب لازم يكون برضو نجم خارج الملعب لازم تقش شخصية واحدة يعني سواء داخل الملعب أو خارج الملعب نفس المدرب نفس الحكاية موديل الكرة نفس الحكاية فطبعاً دي كلها منظومة بتكمل بعضها وفي نفس الوقت هي بتديلك المنتج اللي أنت بتشوفه لأنه ما فيش حاجة اسمها إن دا لا دا الواحد ودا الواحد ودا لا كلها منظومة بتكتمل من أول الإدارة لحد اللي اللاعب اللي هو هل هو بيحرك 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 كرة طيب المنافسة على الدوري موجودة يا صدرات وم لا كعبطولة أنا بكلام على البطولة لا البطولة لا طبعاً الأهلي إذا كان الأهلي ما بيبقى متأخر ب11 و13 نقطة و14 نقطة يعني بيقول لك الدوري لسه بيقول لك الدوري فلا هو بقى راكب الدوري وفرق 11 إلى 13 إلى 14 بس برضو ممكن تكون سلاحظوا حدين لأ حتى الأهلي بياخد باله جداً جداً بص العقلية العقلية بتاعة المدرب وبتاعة الإدارة يعني أنت زي ما بقول لك كده هو بيتعامل مع المباراة ما بيتعاملش وخلاص بقى الدوري دي هو خلاص هو ما بيتعاملش كدوري كدوري هو بيتعامل زي ما قلت لك بيتعامل مع كل مباراة بيعتبر كل مباراة يا دوري بقى دوري بطولة زي ما قلت لك زي بطولة خاصة كده إن أنا دي دي ماتش بطولة فهو هي دي بقى اللي بتفرق لكن أنت فيه ناس اللي مستنية إن الأهل مثلاً هيقع يعني يوم مثلاً يحصل تعادل ده هيبقى مشكلة كبيرة جداً يعني يوم يحصل تعادل في مباراة أصح الكرة فيها وردة خاسل وانا بقول لك العقلية أنا شوف اللي اتنين بحطهم دايماً قدامي أنا ما احترامل كل الفرق ليفربول والأهلي ليفربول بيتعامل مع كل مباراة إن أنا هكسب المباراة دي وساعات بيتأخر المكسب ويجي في وقت قاتل ساعات يعني يعني هي صراع صراع إيه مش صراع شامل لا دواء صراع بتاعه ماتش بماتش أنا باخد ماتش بماتش ودي عقلية طالما بتوصلها للعيبة وانجحت إنك إنت توصلها للعيبة صحب جداً إن أنت تخرج من ال لأنه هو ده دي فلسفة وده مبدأ خلاص أنا ماشي عليه عقيدة عند الأهلي وبعدين برضو عندي المكون اللي هو يحقق لهذا الهدف كل العوامل الخارجية حولي بتأهل كل العوامل الخارجية وعندي مجموعة اللاعبين اللي تساعدنا على ده القدرات اللي هي متقربة وبالعكس انت بتلاقي اللي قاعد على دكة الاحتياط أقوى ومن اللي بيلعب يعني دايماً كده تلاقيها في الأهلي اللي قاعدين على الدكة لا يقلوا بل وهو فيه منهم بيبقى قاعدوا وعندوا قدرات وعندوا إمكانيات أعلى من اللي موجود جهو طيب مباراة الأهلي والزمالك اللي هي في الدوري يوم 24-22 تمام هل ممكن تكون حاسمة بشكل كبير هل الأعلام والصحافة شايف أن المباراة دي ممكن تكون حاسمة في شكل المنافسة ما بين الفريقين دايماً أنا السنة اللي فاتت كتبت مقال لما كان الصراع اللي هو صراع النقطة بين ليفربول ومنشستر سيتي كويس قلت أنا قلت كده قلت الدوري لمنشستر سيتي ليه؟ طالما أن أنت كسبت المنافسة الأول بتاعك خلاص رقم واحد أن أنت تكسب المنافسة الأول فأنت ليفربول السنة اللي فاتت اتعادل ماتش وخسر ماتش من منشستر سيتي فقلت ده خلاص طالما أنت ما كسبتش منشستر سيتي يبقى الدوري مش هيبقى لك خلاص أنت نفس الحكاية بس مع الفرق طبعا مع الفرق لأن كمان أنت عندك المنافس بيخسر من الفرق بالضبط لا أنا باتكلم أنا بقولك يعني أنا عشان هناك المنافسة كانت مباشرة بالضبط لكن أنت هنا مثلا أنت كسبت كل منافسيك كسبت اللي هما اللي هورب في الترتيب اللي معك في الترتيب وكسبت المنافسين الفرق اللي هما كسبوا الفري اللي عايزي نفسك بالزبط يبقى أنت ناقص إيه بقى ناقص أنت تكسب بقى المنافس المباشر اللي هو هيبقى عاصل زمالك خلاص هو هيرجع للمركز التالي أكيد طبعا تمام فإذا أنت ما تكسبه خلاص يبقى الموضوع خلص يبقى خلص بقى إيه إحنا بنقول اللي هو مجرد مسألة وقت تتكلف مسألة وقت عدد مباريات بس بس عدد مباريات والموضوع كل ما بتقدم في الأسابيع كل ما خلاص الدنيا بتخلص يعني فهو طبعا ده حاجة طبعا الواحد كان نفسه يبقى طبعا منافسة اللي أعلم بيبقى عايز بسهارة حتى الجولة الأخيرة بالزبط لكن هو ده الحال يعني ودي مش بسبب الأخرين بسبب الأهل يعني ده برضو عشان البعض بيقولك لا أصل الدور ضعيف الدور قد يكون العنصر الجمهور هو اللي مخلي شكل الدور كده صح وأتمنى أن يبقى فيه إرادة حقيقية أن الجمهور يرجع لازم يعني لازم الجمهور يرجع وحتى زي ما قلنا أنه هما تقالوا بخمس تلاف والكلام ده كله ماشي احنا مفقين على الخمس تلاف وعشر تلاف يا سيدي ألعب بالجمهور بتاع صاحب الأرض يعني أنا أنا ما قال ماتش بتاع ده الجمهور هو اللي يدخل بس يعني لو أنت ما هو عمل كده طب حركوا ودتني في سكة وفي موضوع مهم جدا هو لما عمل كده السنة دي في الدوري طلع عقوبات غير مفهومة يعني مباراة بيلا من ذو الأهلي كانت مباراة مين مباراة بيلا من ذو المباراة بدون جمهور تمام والدوري بدون جمهور وفي بعض المباراة انت بتقول أصلا مفهاش جمهور فجأة كان فيه جمهور فجأة غاربة مية ألف جناعة لأهلي ليه سباب جماهير هي مباراة هي تنظيمة هو فيه جمهور هو أصلا من غير جمهور يبقى سباب جماهير ازاي بالزبط وفرض اتنين شتمه وبعدين انت عندك قانون الرياضة طب فين الجهات المسؤولة عندك قانون الرياضة بيقولك اللي بيشتم هو بيتعاقم يعني هاته هاته للشتم ده وحكمه بالقانون مش كده الليه يعني في إطار اه لو عايزين نرجع الجمهور يعني لو انت عايز نرجع الجمهور حاكم وحاسب اللي بيغلط مع تشاهد الاندية ما تدفعش فواتير مش بتاعتها ومش مسؤوليتها ومش تنظيمها اه ومش تنظيمها يعني زي برضو زي العقوبة اللي جات على الكابتن سيد لعب حفيز يعني دي عقوبة يعني تمام انت الكابتن سيد مع احترامي ليه ما عمل حاجات اصعب من كده ما عاقبتوش فجاي بتعاقبه على حاجة انه هو مجرد كلامه واخد العقوبة عليه وبعدين لا ما فيش عقوبة تتعمل مرتين يعني انت طالما عاقبتني وديتني انذار خلاص دي عقوبة خلاص انت بتوقع عليها عقوبة مالية تاني ليه وبتوقع عليها عقوبة تقاف ليه طيب اعمل مقاطع في جزيه دي للمعنى تلفون مهم جدا من السعودية والعلاقات الاخوية والصداقة والقرامة بيننا وبين الاخوة في المملكة على اعلى مستوى والفتر الاخيرة كان فيه اواصل علاقات وطيضة وتوأمة وتوقيع برتكول والتفائيات ما بين النادي الاهل ونادي الوحدة السعودي لذلك كان على الهاتف معايا السيد تركي عدنان عبد المجيد الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة السعودي سيد تركي مساء الخير على حضرتك واهلا بيك عبر شاشة قناة الاهل أولا سعداء بوجودك معانا عبر الهاتف وطبعا على هامش هذه الاتفاقية والبروتوكول وتبادل الخبرات بين النادي الاهل ونادي الوحدة هناك كانت أيضا مباراوة دي بين النادي الاهل ونادي الوحدة في الكرة الطائرة أنا عقدر الصوت مش واضح ألو سمعني كده كويس طيب الصوت مش واضح عقدر سيد تركي كده سمعني طيب طبعا كان في بروتوكول تعاون وعلاقات متميزة خلال الفترة الأخيرة ومن خلال هذا البروتوكول كان طبعا النادي الاهل موجود في نادي الوحدة ومباراة في الكرة الطائرة ما بين الناديين وكانت هناك جوالات وحتى نادي الوحدة السعودي كان رفع عالم مصر وعالم النادي الاهل على مقر النادي وشيء طيب جدا وعلاقات المتميزة بين النادي الاهل ونادي الوحدة والعلاقات المصرية السعودية صحيح أحسنا حقيقة نشكر لكم ونشكر للنادي الاهل اختياره للنادي الوحدة صحورين جدا للمعاكسر نادي الاهل الخارجي الآن الهدف منه للسعادات من بطولة العربية للأنبية ونسمنا لهم في التوثيق إن شاء الله مع بقية الأنبية الأخرى تم اختياره من النادي الوحدة فده شيء أحسنا صحورين فيه وحيه وده مكسب للسريقين إن شاء الله تمام طيب التعاون المصمر خلال الفترة اللي جاية ووجود النادي الاهل حاليا في معاكسر حتى تدريبي في نادي الوحدة أوجه لعلاقات الفترة صحيح أحنا المرحبين الحمد لله الآن بدأت من خلال عمل بعد المعاكسر والاحتكاك بين اللاعبين وإن شاء الله سيكون في المستقبل الإتراقيات زي ما أسمعه سيكون إن شاء الله ونجل في دارة نادي الاهل ومثلة الكابتن المشهود الخطيط نجيله ونجيله ونجيله حيه اللي أستند أن أؤكد لنا بإن شاء الله سيكون في فرص من مجأة ونجل في دارة نادي الاهلي لمناقشة الإتراقيات المصروف تقام مع نادي الوحدة إن شاء الله أكيد طيب الشيء اللفت للنظر أكيد الجماهير كانت سعيدة بهذه اللفتة الطيبة رفع طبعا عالم النادي الأهلي وعالم مصر على مقر نادي الوحدة خلال اليومين اللي فاتوا في وزله وجود طبعا معسكر للنادي الأهلي في مقر نادي الوحدة يعني رفع عالم النادي الأهلي وعالم مصر بالتأكيد على مقر نادي الوحدة مع عالم المملكة ومع عالم نادي الوحدة وشعار نادي الوحدة لقت هذه اللفتة طيبة طبعا رد فعل إيجابي من قبل الجماهير أيضا خلال الفترة الأخيرة ننتظر زيارة أخرى للنادي الوحدة أيضا خلال الفترة اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سيد ترك عدنان عبد المجيد الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة السعودي بشكرك شكرا جزيلا ودائما علاقات الطيبة والإخوة والصداقة ما بين النادي الأهلي ونادي الوحدة وكل الأندية السعودية بالتأكيد شي طيب جدا ما بين الناديين والعلاقات الطيبة أيضا كمان بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية طار مهم جدا وفكرة العلاقات الوطيدة ما بين الأندية العربية وما بعضها حتى لو في طار بعيد عن كرة القدم لعبة كرة الطائرة وتبادل خبرات وبروتوكول في هذا الأمر طبعاً دي شيء يعني أشوف الرياضة أصلاً يعني معمولة عشان التبادل الشباب سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي يعني هي الرياضة أساسها كده إنها الصداقة بين الشباب وبين الشعوب والكلام ده كله غيما لقاءات رياضية حلت مشاكل سياسية أكيد فطبعاً فما بالك بقى أننا الحمد لله العلاقات جيدة جداً مع الإخوة في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وفي البحرين وفي كل الدولة العربية ما عدا الدولة المرقى إياها لكن أنا أقول إن يريد البروتوكولات دي ويريد برضو إن إحنا نأكد على العلاقات مع دول الشمال دول الشمال الأفريقية أنا كنت ببقى سعيد جداً أيام بتعمل البطولة العربية والبطولة العربية دولوقتي اللي هي دور أبطال العرب اللي بتعمل دولوقتي ده بيقرب أنت عارف ما كانش بيبقى فيه لقاءات إلا في المستوى الإفريقي إلا في المستوى الإفريقي بتزوب فيها حساسية كسيرة جداً كتير خلاص بتبقى خلاص بإحنا رايحين جايين على بعض فإذا أنت الحساسية دي بتدوب بتقل بتقل وفي نفس الوقت دير يغضى أنت مرة دي بتكسبها مرة جاء بكسب وهي إحنا مفروض ده مفهوم الرياضي يعني نحترم بعض يبقى كل اللقاءات الرياضية في إطار الأخوة والصداقة والمحبة أكيد والفترة جاء إن شاء الله يكون فيه تبدل الخبرات ما بين النادي الأهل ونادي الوحدة تحديداً في مجال القرى الطائرة والبروتوكول الموقع إن شاء الله الفترة جاء يكون فيه استفادة بالنسبة للجانبين طيب نرجع لفكرة المباريات بجمهور ولا بدون جمهور ولو إحنا عايزين نرجع للمباريات بجمهور أساساً وإحنا بتطبق السيستم اللي بدون جمهور بنعمل خروقات غير سليمة وفي الآخر بتصدر عقوبات على أندية ليس لها علاقة بالأزمة اللي بتحصل ما هو أشوف حضراء إحنا دلوقتي طالماً إحنا وصلنا أو المتفرج ده بيحضروا معروف الرقم الكورس بتاعه معروف قاعد فيه وبياناته وكل الكلام ده خلاص فإذا أننا اللي يغلط حاسبه يعني أنا زي ما احنا بتشوف كده في أوروبا بيقولك يحرم المشجع فلاني الفلاني من حضور المباريات لمدة ستة شهور وفي ناس بتتحرم مدى الحياة وفي ناس بتتحرم لمدة موسم كامل فإذا إحنا لازم نطبق الكلام ده يعني أنا برضو يعني ما زلت بقول إن المنظومة في كرة القدم بتدار لسه بطريقة يعني ماشي احترافية خالص يعني مش عايزة أقول هو يعني ما أقول يعني ناس شبه محترفين يعني قال ينفع مثلاً يبقى لجنة أو إدارة المسابقات في تحديد الكرة اللي بيشجلها واحد ينفع ففيش إدارة الكلام ده لأقولتك كذا كذا لقاء تلفزيوني إحنا عايزين منظومات محترفة احترافية يعني عايزين إدارة مسبقات محترفة عايزين إدارة حكام محترفة ما فيش حاجة اسمها لجنة لجنة دي إيه لجنة لجنة دي لجنة للهواة لكن الإدارة نعم اندهشت من قرارات لجنة الاندباط طبعاً يعني هي يعني هي العقوبات اللي اتعملت على لعب بيرامز طبعاً دي تجاوزات خطيرة وبعدين يطلع يقول لك أصل التقرير الحكم لم يكن له مش عارف تقرير المرائب ما دعموش الحكم بيقول لك أنا ناس يعني اعتدت علي ومنعتني أن أنا أركب عربي هو الكلام ده كله إزاي ما تتحقبش قال لك عشان تقرير المرائب ما ذكرش الوقوع يا سيد طب المرائب فين المرائب ده ما يتحسبش ليه مرائب مشي لا ما يتحسبش المرائب مفروض لا يغادر الملعب أو المكان اللي تقم فيه إلا لما يطمئن أنه كل الفرق مشت وكل الحكام مشت وكل الدنيا مشت ده بيقول لك تقرير الحكم لا يعقول عليه إذا كانت هناك أحداث عقب بانتهاء المباراة يعني أنت الحكم دائما أنت بها تاخد كلام من مين لو مش الحكم ممكن يطرد لعيب بعد المطش نعم مش الحكم ممكن يطرد لعيب بعد المطش يطرد لعيب وطالما في جول بتاع ده الحاجة الوحيدة اللي بره طالما داخل النادي أو داخل الستاد خلاص هو لكن خرج بره خلاص في الشارع بقى ده يحسبه في الاسم لكن طول ما هو موجود في المنشأة الرياضية يحسبه رياضيا بالضبط تمام خرج بره الشارع بيحسبه في الاسم يروح يعمله محضر في الاسم فهي يعني إحنا لأن نشتغل صح لما نشتغلش والتساوي في القرارات يا سيد ردوان ثلاث مباراة ما هو أنت أنت يعني الخمس أفراد سواء اللعيبة أو حتى المنزير الرياضي أو حتى هل الكلام اللي قالوه أو الفعل اللي عملوه نفس الفعل نفس الكلمة استحالة يبقى زي كله ثلاث مباراة خمسين ألف ثلاث مباراة خمسين ألف يعني يبقى كلهم في اتجاه واحد قالوا نفس الكلمة طبعا لجنة الانضباط المفروض يعني هي طب فين إدارة المسابقات فين دور إدارة المسابقات مفيش لايحة ليهم أساسا مفيش إدارة أصلا مفيش واحد بس يعني ده كلام هنقول آه ده أصلا دي المجلس ده مجلس مؤقت واللجنة اللي مش عارف إيه الإدارة اللي مش عارف مؤقتة والكلام ده لأ إنت جاي عشان تعملي آآ بتأسس لمنظومة احترافية في كرة القدم عاوزين منظومة احترافية في كرة القدم إنت هتعملها وإنت عندك الفرصة ما عندكش إنت حسابات انتخابات ولا الكلام ده عندك الفرصة طب ليه ما إنت ما عملتش اللي هو ربط قدية المحترفين ليه ما عملتش ليه ليه ما عملتش المنظومة كلها وزبطها إدارة المسابات وإدارة التحكيم والكلام ده كله والاستثمار الرياضي فرصة عندك إن انت بتشتغل بدون ضغوط طيب حضرتك كنت متفائل معي في حلقة من الحلقات اللي كانت بعد إقالة المجلس أو استقالة المجلس السابق لاتحاد الكور وكنت متفائل جدا بالمرحلة اللي جاي هل ما زلت على نفس التفاول ولا حاسية اللي هو ربط غيرت حلقة مش عارف كنت معاك ولا مع حد تاني قلت لما انت ما عملتش اللي الناس كانت عاوزاه آه مثلا انت بتقول لي الفار إيه يعني أو الفار ده عشان أطبقه لازم أطبقه من بداية الموسم ما ينفعش إن أنا أطبق فار في نص موسم والنص التاني من غير فار لا لازل حيط النص التاني يا سيدي يلحق ما الحقش ده كلام مش انت تتكلم عن فكرة تكافؤ الفرص بالضبط يعني انت في ناس كسبت وناس بتاع من غير فار وبتاع والكلام طيب والناس بقى تيجي تطبق الفار بقى على التحرابة ده طيب دي واحد اتنين ما عملش ما عملش اللي احنا كنا عاوزينه زي ربطة أنديت المحترفين ما تعملتش ما عملش الإدارات التسويق الدوري ده ما تعملش فين إدارة الاستثمار فين إدارة التسويق فين إدارة المسابقات فين برضو منظمة التحكيم فيها خلل كبير جدا فيها مشكلة كبيرة خلل حتى ما بين الحكام مع رئيس اللجنة بالضبط يعني إنت فين إنت من الكلام ده كله إنت عايز تقول إن أنا عامل جدول محترم طيب الجدول المحترم ما مامشيش خلاص جاي بقى الحاجة التانية بعمل فار طيب الفار يعني ما هو مش يعني مش صح يعني أنت آه أنا عايز الفار أو كلنا عايزين الفار بس إنت زي ما بقول لك كده إنت كمان أعلنت كزا معاد إن إنت هتطبق عشان أعلن ومش معرف رخصة يعني الرخصة مستلمهاش مش إنت عارف المفروض تطلع تقول للناس إن الحكام لازم يتمرنوا على تقنية الفيديو والكلام ده كله وياخد رخصة وياخد مفقا من التحدي الدولي تمام أنت الكلام ده ما وضحتوش ليه يبقى إذا أنت هنا ما احترام الجهدك اللي أنت عامله لكن هو ما زال جهد عشوائي يعني ما هوش ما فيش تخطيط مش مابل أنت عملت لجنة فنية آه يعني أنت عملت لجنة فنية داخل الاتحاد أو إدارة فنية أنا بحبش كلمة لجنة عملت إدارة فنية تخطط لك أنا بقول لك أنت عندكش ضغوط ما عندكش حسابات انتخابية ولا عندكش حاجة زي كده ليه أنت ما عملتش الكلام ده كله طب أنت يعني عندك مشكلة في إيه اطلع قول أن أنا ما عملتش ده عشان كذا ما عملتش ده عشان كذا عشان تبقى برضه أنا أنت أنت دلوقت أنت جيت واخد وقت يعني ما انتش مثلا ما ما تقولكش أنت جاي تلات تش وهتنش لأ ده أنا قعدك سنة كاملة وسنة كاملة ما بتكون أنت بتشتغل من غير ضغوط بتقدر تتميز وتعمل حاجة متميزة ما عملتش ليه يعني أنت مستني مين اللي هيجي احنا عارفين مين اللي هيجي في الانتخابات اللي جاي دي ما ممكن نفس اللجوه تيجي تاني وأنا بطالب الناس اللي أسماء اللي ابتدت تظهر على السطح تاني وعاوزة ترشح نفسها اتحاد القرى أقول لهم يعني ارحمونا يعني بلاش بقى تطلع وتقولوا أن احنا هننزل يعني ما ينفعش أعرض لحضرتك جزء من تصريحات لدكتور جمال محمد علي نايب رئيس اللجنة المؤقتة عن لايحة الجبلية اللي المفترض هو كان موجود في مجلس النواب ومجلس الشورى بيقدم مقترحات أو كان في استجواب مؤدم الشورى هو مكتوب حتى في الخبر يعني الخبر كان منشور الشورى لسه الشيوخ لسه هو الشيوخ طب أقول لك الخبر نص المكتوب إزال لأحد المواقع تواجد الدكتور جمال محمد علي نايب رئيس الاتحاد الكرة في مجلس النواب للرد على استجواب مقدم من طريق السعيد عضو مجلس النواب ورئيس نادي الترسنة بشأن اللايحة جديدة لاتحاد الكرة التي يتم حاليا إعدادها قبل عرضها على جمال عمال الجبلية وقيمة الجلسة بحضور أعضاء لجنة شباب ورياضة بقاعة فازيج جلسة الدكتور جمال محمد علي تحدث كل من سامير موسى وطريق السيد وعاصم مرشد وهرماس ردوان ورأس أنديت الزرق والأولمبي وقوم حمادة وبني عبد عن اللايحة وقال دكتور جمال أن اللجنة الخماسية مكلفة بتعديل اللايحة من الاتحاد الدولي أبقى قرار الاعتماد دحق أصيل للجماعية الممية هناك خطوات علمية لإعداد اللايحة بدأت بسماع رأي الفيفا وتوجهتهم نحو تطوير اللوايع بكل الدول ثم سماع رأي الخبراء القنونيين وأيضا رأي الأندية أعضاء الجماعية الممية وتم إرسال خطابات ثلاث مرات للأندية لإرسال مقترحاتهم ولم يستجب سوى ثلاث أندية فقط وبعد الانتهاء من تجميع الأراء سوف يعرض الأمر على أقرب جماعية عمومية واستقرت اللجنة على الدعوة للجماعية الممية العادية خلال الفترة اللي جاية بخصوص الليحة لأهتمدها قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي لقرة القطر طبعا الموضوع ده اتبعت لأندية القسم الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال المقترحات تعليح حرك على هذه الجلسة ولو عندك معلومات برضو عن هذه الجلسة والكلام اللي ضار أنا للأسف أنا ما حضرش الجلسة دي بس بقولك الإعداد للجلسة دي طبعا أنا بحتلم الزملائي والمهنز أشرف رشاد طبعا رئيس لجنة الشباب برياضة لكن هو الهدف من اللقاء ده أو طلب الأحاطة ده يعني ما كانش عشان اللايحة ما كانش عشان اللايحة كانش الهدف الأساسي بتاعه مش عشان اللايحة وعشان مشكلة الهبوط إن فيه العدد معقولة أنا بقولك كده يعني استجواب راح مجلس النواب يعني مش استجواب طلب أحاطة طلب أحاطة ما بشككش في حد بس أنا بقولك النية الأساسية هو كان عشان اعتراض على نظام الهبوط في النظام الهبوط اللي هو فيه قسم الثاني مش بناشت اللايحة ومصلحة الكرة المصرية لا ممكن يكون ده لا ما بص كرئيس لجنة الشباب وكمجلس النواب هم طبعا أهم حاجة عندهم اللايحة طبعا هو أنا كلجنة الشباب وكمجلس النواب مش هتهمني حتة الهبوط وصوء الهبوط وصوء ده ده نظام أنا بدخلش في التفاصيل ده نظام فني لا أنا اللي يهمني كمجلس نواب وكلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب اللايحة اللي يهمني اللايحة اللي هي هيمشي عليها مستقبل دستور اتحاد الكورة دستور اتحاد الكورة اللي هيمشي عليها مستقبل تحط عليها مستقبل الكورة المصرية في الفترة اللي جاية احنا بنخطط لمستقبل الكورة المصرية لكن التفاصيل الهبوط ومش هبوط والكلام ده ما لكن هو أنا بقولك النواية رؤساء الأندية بتاعت القسم التاني انه هم معترضين على نظام الهبوط انا بتكلم كصحفي هم معترضين على نظام الهبوط ده الاساس يعني في الموضوع لكن الليحة انت المفروض انت ما انا بقولك انت ما انا بقولك انت مش تحت ضغوط حاجة ما عندكش حاجات انتخابية ولا رشد ولا يعني انت عاوز تعمل انت جاي عشان تعمل تأسس حاجات لمستقبل الكرة المصرية عايز تصح مجلس تحاد الكرة اللي هيجي ده يجي صح عاوز تعمل مسابقات محلية صح عاوز تعمل منظومة محترفة صح فانت الكلام ده انت فين منه الليحة يعني سهلة جدا انت تعملها انت بتاخد رأي محترامي طبعا بتاخد رأي الناس اللي هيقولوا لأ مش كده ولا ايه ما كانش هتتعامل ما كانش الليحة دي ما كانش هتبقى على مزاج الناس دي مش هتمشي انت دلوقتي انت جاي زي ما قلت لك كده انت جاي مكلف بمهمة معينة اصلاح نظام الكرة في مصر خلاص انت هتصلحوا بالناس اللي هم افسدوا الكرة في مصر انت جان وجدت نفس حراتك ان المنظومة كلها تتغير المنظومة انت لازم تغير المنظومة كلها والعقليات لازم تتغير محترامي لكل الاندية في مصر لان الكلام دو حاجة نتسمعه من 20-30 سنة سيد الفوضل انت اللي بيشتغل بالمنظومة الصح هم ناس تعد على اصابع اليد الوحدة في مصر وهتلاهم مش في الاجتماعات دي وما بيحضروش لان اساسا الاجتماعات دي بيبقى الناس اللي هي اللي عندها الفكر واللي عندها القدرة على انها تعمل حاجات كويسة ما بتحضرش الكلام ده اللي بيحضره طبعا لهم صدقني كلها عشان انا الهبوط ازاي وان انا اقعد في الدولة القسم التاني ازاي واطلع ازاي وانزل ازاي بقى يهمهمش غير كده عشان اختم الجزاية دي هل مجلس النواب الفترة الجاية هيطلب تتعرض عليه اللايحة قبل الاعتماد بالجمع الومية اكيد يعني انا عندي اهم حاجة اهم حاجة اللايحة 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 دي لان هي دي اللي هتحط عليها مستعمل مش بكلم بلجنة شباب ورياضة بكلم عن مجلس النواب بشكل عام لا لا هو مجلس النواب ما بيدخلش نفسه في القصة بس فكرة رقابية بس لجنة الشباب لا بص ما يتم مناقشته داخل اللجان في المجلس اللجان النوعية داخل المجلس النواب اخطر واهم من اللي بيحصل في الجلسات العامة الجلسات العامة عشان تبقى الناس فهمة دي عشان ليه تخزي القرارات في القوانين كلام لكن المطبخ كله داخل اللجان كل حاجة بتحصل داخل اللجان فاذا انت اللايحة دي تحتيجي لازم تتعرض داخل اللجنة لكن انا بقول ان انا ما اخدش انا اجيب خبراء بقى خارج الناس دي خارج رؤساء الاندية والاندية هو اللي اجيب خبراء بقى الناس اللي هما دماغهم شغالة في هذا الموضوع لان انا ما اجيبش صاحب المصلحة واخد رأيه وصاحب المصلحة هيقول لي رأيه في ضوء المصلحة بتاعته ممكن يقولك رأيه في حتة انه هو مالوس صوت فيقولك لا زود بنده وحط بنده عشان يبقى ليه صوت يا سيدي اللايحة على بديك مثال عشان كده انت عايز ناس خبراء بعيدة عن الاندية ناس محايدين وناس عصحاب رؤية واصحاب فكر صح وناس مع مشهود لهم بالكفاء والقدرة على انها ان يعمل اللايحة نعمل اللايحة محترمة وانت اتحاد يا كرة بقى او اللجنة القائمة على دارة الكرة في مصر الوقت انت بدأ يعني ما واضح الطريق خلاص الطريق واضح ومعروف ما تعمله تعملش الكلام ده قدامك بقى قولك تبقى بطل قومي مش كده ولا ايه مش عايز تعمل كده اللي مش حال خلي بالك انا ما زلت بقصر واصمم ان فيه ايادي خفية بتلعب من خلف استطار وهي اللي بتدير الكرة في مصر كلمنا عن الالف المشواري المحلي كلمنا عن اتحاد الكرة والفترة الجاية ننتقل بالي ملف مهم جدا وكان حديث الساعة خلال الساعات القليلة للماضية طبعا قرع الدارة وابطال افريقية تعملت كل فريق عارف المنافس بتاعه افطار التمانية الاهل عيواجه سانداونز بطل جنوب افريقيا زمالك مع ترجل ووداد مع النجم الرجاية المغربي مع مازمبي الكنغولي نهاردة الاتحاد الافريقي اعلن بشكل رسمي كجهة مسؤولة عن تنظيم المباريات بدءا من دور المجموعات ودور السمانية حتى المبرنية الموعيد الرسمية للمباريات الفترة القادمة واعلن عبر موقعه الرسمي خلاص مباراة الاهلي وسانداونز تحدد معادة قدامنا هي على الشاشة يوم تسعة وعشرين فبراير ده لقاء الزهاب ان شاء الله هيكون في القاهرة خلال الفترة الجاية ومباراة العودة في بريتوريا في جنوب افريقيا يوم 7 مارس في جزئية مهمة يا سيد ردوان وانا كلمت في الانترو وشرحتها مع الناس الناس اعتقدت ان بعد القرع لما تعاملت ونزلت مواعيد مبدئية على الويب سايت على الاتحاد الافريقي دي المواعيد الرسمية ما يعرفوش ان فيه موتة زمنية والاتحاد الافريق في الادوار الناعية هو اللي بيحدد وهو اللي بيعلن بشكل رسمي التوقيتات والمواعيد وبيسيب لك انت كنادي تحديد الملعب تبقى للرؤية الامنية اللي عندك في بلدك الملعب توقيت وتحتى بتوقيت المباراة هو بياخد رأيك هو بياخد رأيك في المواعيد برضو عشان تبقى في الصورة هو بيستطلع رأي الاندية حتى دورة 16 هو بيستطلع رأيك في يوم المباراة موعد المباراة وتوقيتها والملعب وهو بياخد القرار النهائي في ضوء بقى حاجات تانية شرحناها تسويه والبس الفضائي والظروف الجغرافية والظروف الجغرافية مفيش نادي بيحدد معاد المباراة التنهائي لان ده مش مباراة تمهيدي ده مش مباراة دورة 13 بس هو هو بقى اللي أنا بقى طبعا بعيب عليم في التحاد الأفريقي إيه بقى إن الأخبار بتطلع من المجرب تونس بمعنى بمعنى إن الممثلين في اللجنة التنفيذية نقول أسماء ولا بس عايزة أفهم المعنى بتطعها يعني قصدك أنت الأخبار بتطلعها؟ يعني فيه ملاكس قوة في التحاد الأفريقي والملاكس القوة دول من المغرب وتونس أنت قصدك في تسريب المعلومة؟ في تسريب المعلومة في المطبخ في المطبخ يعني الأخبار الأول يعني أنت مقر التحاد الأفريقي فين؟ في مصر في القاهرة طب المفروض الأخبار تطلع منين؟ من القاهرة يعني لو كان فيه خبر بيطلع هو طبعا أنت بتعمل البيان بتاعك وخلاص اللي ما هو دلوقتي اللي في القاهرة بيشوفوا في المغرب مع تونس خلاص مع الجزائر مع كله لكن ما يبقى أخبار انفراد وأخبار تخص الاتحاد الأفريقي سواء بقى توقيت مباريات اختيار حكام استبدال قصص دي شطارة إعلام هناك لا مش شطارة إعلام لا مش شطارة إعلام دي فهاش شطارة إعلام أصلا مين المصدر من المصدر عضو المكتب التنفيذي من تونس المصدر الثاني عضو النائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو النائب التنفيذي من المغرب فأنا طبعا أنا المفروض أنا كراجل مسؤول ما طلعش خبر إلا من خلال بيان صحف يروح للجميع أنا بأتكلم مش خطورة للخبر خطورة التحكم في الخبر وتحكم في القرار داخل الاتحاد الأفريقي إبقى مطبخ صنع القرار هو المكتب طبعا مش إعلانه لأن أنا بأعتبر إعلانه لا إعلام أنا بأكلم ده الخبر طلع خلاص الخبر طلع دي شطارة إعلام مع المصادر آه بالضبط يعني مثلا اختيار حكم أما عرف أنا في تونس مثلا حكم مباراة زمالك والترجي اللي هتيجي مثلا ويعلن الخبر من تونس ما هو نفسها بس أقول لك الحاجة أستاذ ردوان الخطاب اللي راح للإتحاد التونسي هو لجي للاتحاد المصري بس في فرق الاتحاد التونسي أعلن الاتحاد المصري ما أعلنش لا مش حظك على فيكتور جميز بو برات السوبر لا أنا بكلم كما بدأ عام ده كمثال يعني أهو بتعوي الشغل ودأو أعلن حكم وبعدين الناس هنا أعلن حكم حاجات كده أنا بكلمك في إيه أنا أنا مش عايز أتهم حد بس أنا بقولك أنا بحظر ولازم اتحاد الكرة يكون صاحي ولازم اتحاد الأفريقي يعني شوف القصة دي تمنتليك ممثل كبير في المكتب التنفيذ لا أنا الممثل ما ممكن الممثل المتاع في التحاد الأفريقي ما مش شغله الموضوع ده أنا بقى خليه أشغله يعني أنا كاتحاد كرة وكأنديا وكأي مالك أنا كإعلام يا سيد ردوان أنا كإعلام قبل الأنديا هي مش قصة لو الإعلام أيوة لو الإعلام أي مدور في الأضايا الكبيرة وعارف يعني إيه مصلحة الأنديا والمتخابات يعني موضوع اللي حصل لإستبدال ده مش كان فيه ليحة طبعا يعني ينفع تعمل نظام جديد في منتصف الموسم يعني تبدأ بالموسم بحاجة وفي نص الموسم أحط حاجة تانية وتمرر من لجنة الطوارئ طبعا فيه ناس لها مصالح طب إحنا فين كإعلام مصر عملنا إيه المهندس هنا بريده عمل إيه ليه لم نقف قدام الناس دي اللي عملت الموضوع ده وبكل قوة واحتجينا واعترضنا وقلبنا الدنيا هو أمواء البعض يقولك طبعا أصلا هو خلاص هم المراكز القوى اللي داخل الاتحاد الأفريقي هي اللي هتنتصر في النهاية إذا أنا الحاملة بتاعتي عملها هتبقى تقع على فش لا أنا لازم أقاوم ولازم صوتي يوصل لازم صوتي يوصل لكل الدنيا إن فيه حاجة غلط تحصل لداخل الاتحاد إحنا دلوقتي بنقول على الفساد اللي في التحاد الأفريقي ده مش أحنا بس ده وجريد أمريكية شهيرة جدا وكتبت وكلام ده وهم قالك احنا هنلاحقهم وعنقضيهم والكلام ده طلعوا بيان في الاتحاد الأفريقي وفي مكتب تنفيذي بس كلام ده طالع من الناس اللي هم كانوا بيشتغلوا في الاتحاد الأفريقي وطلعوا الفساد اللي موجود في الاتحاد الأفريقي والفساد الاتحاد الأفريقي مش مالي ده مالي وفني وإداري وكله فيه خلل فيه خلل داخل الاتحاد الأفريقي والخلل للوجود مراكز قوة وصراع مراكز قوة يعني أنت من الصراع بين تونس والمغرب ما هو بان بان في مطش الوداد والترجي مش بان كان ظهر لكل الناس كان ظهر لكل الناس إذن هما دول مراكز قوة في التحاد الأفريقي مين حسبهم لازم يتحسبوا ولازم يوقفوا عند حدهم لازم يبقى فيه هو رئيس التحاد الدولي لما طلع وبالتصرحات اللي هي وقال لك واعترف بالكلام ده تلميحا وتصريحا وقال لك الفساد في التحاد الأفريقي خلاص يعني أنت لازم عشان أنت فيه السنة دي دولة أفطال أفريقيا قوي جدا وبتدت البطولة البطولات الأندية الأفريقية بتدت ترجع للقوة وأكتر من الأول كمان مزبوط إذن إحنا بقى هنستفيد من الكلام ده وإحنا لازم التحاد الأفريقي ده يبقى على مستوى لإيه الحدث يعني لازم على مستوى الأحداث اللي تطلع ده إنت بتنظم بقى بطولات كبيرة عندك كاس أمم بقى حاجة تانية خالص عندك دور أبطال أفريقيا عندك كونفدرالية عندك كل المسابقات حتى بطولة المنتخبات الأولمبية وكلام ده كله تمام فإنت عندك مسابقات ضخمة بقى زم الناس اللي بيدروا بيدروا هذه المنظومة برضو زي ما بقول التحاد الكرة هنا التحاد الأفريقي التحاد الأفريقي إحنا كنا كنت أنا بغطل التحاد الأفريقي وأنا صحف صغير كان اللي بيدير للتحاد الأفريقي ثلاث شخصيات الزمن اختلف بقى دلوقتي بقى فيه لجان لجنة طوارئ ولجنة قلية بقول لحضرتك كانوا اللي بيدروا يعني أقولهم لك بالاسم كان مصطفى فاهمي وكان دكتور فيكن وما كانش في حد وكان كل الناس دي بتيجي كده تحضر التمعات وكان اللي بيدير المنظومة اتنين أو ثلاث شخصيات سكرتير العام والدارة الإعلامية تمام وبس ما كانش في حاجة كلام ده وكان أنا بقول لك في أحد أنا انفرطت به الجدول الكامل لتصفات كس العالم عن قرية أفريقيا انفرطت به ما كانش حد بيسأل ولا حد يعرف أي حاجة فبقول لك دلوقتي المنظومة أشوفه عملة إيه وبتاعه وبيشتغلوا في ملايين مئات الملايين من الدولارات الموضوع متشابك وأنا حتى مش عايز أفتح فيه انتظارا لأن هذا الموضوع تحديدا لا هو هو هتبان هتبان حاجات كتير أولا لاتحاد الأفريقي حدد معاد للمكتب التنفيذي الفترة الجاية لأن واضح من البيان اللي صدر أنها ينفذ خارطة طريق الفيفا الفترة اللي جاية جي نقطة النقطة التانية التقرير اللي طلعت أو الموضوعات اللي طلعت لسه تتعرض على الجهات المسؤولة في هذه الملفات وهذه الموضوعات بس هي الفكرة اللي عايز أروح بقى فيها لمسابقات الأندية فكرة الاستبدال في موضوع اللايحة دا كان غريب جدا بس ماتش أندية اعترضت كل اللي شك نفس يعني ما نقولت لك عشان إيه هم عارفين إن في النهاية إن الاتنين دول مراكز القوى اللي موجودين في التحادل الأفريقي حدش هيقدر حدش هيقدر عليهم بس أقول معلومة وأنا انتظرت عشان محكمش بشكل نهائي لما القيد يخلص شهر ينايا أقل الأندية استفادة من الاستبدال كان الوداد والترجي والأهل أنا أنا مازمبي استفاد استبدل أربعة أنا ماليش دعوة النجم الساحلي استبدل أربعة لا الترجي ما استفادش إزاي من قالك واحد بس لا استفاد ما بدلش ما استبدلش يبقى دي بقى إن حتى في المباراة الأخيرة ما شايفت القبائل لعب بكل المجموعة لما بلعبتش البطولة فبيتلي لعب كل القايمة لا أنا أنا بقولك هو ده حاجة خطأ أنا فهم بس خنقول برضو المعلومة الصحة للناس طب الخبر طلع فين طلع منين هو خبر طلع من الإعلام المغربي بصفة إن فيه نائب رئيس لجلة رأيب بس اللي اتحضر فيه مفتاح للطوارئ فالإعلام هناك متواصل معاه فقال لهم المعلوم ماشي إنتا ما يكون حاجة زي كده يعني دي دي إنتا راجل نائب رئيسة تحل الأفريق كويس إنتا ما يكون حاجة خبر مهم زي ده أو حاجة خطيرة زي دي قاله قبل ما يتم باتخاذ القرار بالظبط يعني معناها إنه هو إيه اللي هو شغال فيه لكن أوجه الاستفادة ما ليش دعوة بقى ما هو كان يمكن كان عاوز يستفيده مازمني أكثر الاستفادة هو كان عاوز يستفيده ومعرفش الزمانك استفاد أكتر من الترجج والنجم ماشي هو ممكن كان عاوز كان حاطت في خطوطه إنه هو هيستفيد ومع الظروف ما ساعدتهش وانت ممكن أنت تقعد تطبخ وتعمل وبتعوى أحد غيرك يأكل مثلا يعني أنت بتقعد تفنن في الضبط هل تتكلم في الوطار العام يعني فكرة إن في نظام بدء من الأول ما يتغيرش ده بالظبط ده الأساس لا وانت خلال الثلاث أربع مواسم من الأخيرة دي واضح كان فيه لا الوطوات كان فيها مشاكل كبيرة فيها مشاكل كبيرة يعني وقاله عقوبات اللي تعملت على الأهلي ومش عارف ايه والكلام ده والترتيب كل الكلام ده كان فيه وكان معروف يعني لازم الكلام ده يتحضله حد لازم يتحضله حد يعني لازم طيب الانتحاد الفريق النهاردة أعلى بشكل رسم يعني كنت في الانترو كلمت مع الناس وشرحت للناس فكرة الموعيد بتتحدد ازاي الزروف الاقتصادية والزروف الجغرافية البعض البعض اعتقد ان هو اختار 29 فالأهل اختار 29 فبيصدر له أزمة فالأهل هو اللي ماشي كلمته هي لكلمة الأهل ولا كلمة الزمالك كلمة الاحضر الفريقي هو اللي بيحدد وانا بالمناسبة اه بالمناسبة يعني بقى سواء الأهل او الزمالك خايفين او مش متحرجين او لا لازم مطش الأهل والزمالك بتاع الدور ده يتأجل ده وجهة نظر حضرتك اه طبعا بس ممكن يكون لنادي كليه وجهة يعني بص انا متأكد هم يطلع يقول لي لا احنا الاهل الملتزم بجدوى لا باشا بقولك انا بقولك الاتنين مش عاوزين المطش ده اتحاد الكورة لما اجل المطش اول مرة حاليا دلوقتي هو بيعترف اتحاد الكورة ده المرة الاولانية وهو بيعترف حاليا ان التأجيل ده اربك المسابقة بالزبط بس وات والأهل الحريص على انتظام المسابقة بص بص عشان برضو قد نكون واضحين اه اتحاد الكورة ما كانش جي زنبي في التأجيل المطش ده ماشي بس بحقش العاد بديل لا بقى ما هو طبعا سابها كده اه لكن هو وده مشكلته بص هقولك حاجة اه هو الاهل والزمالك مش عاوزين المطش ده في التوقيت ده خلاص ده وجهة نظر حضرتك لا انا بقولك اهو انا بقولك انا بقولك الاهل والزمالك الزمالك حتى الاهل اه اصلي شوف اقولك حاجة انت برضو التناول الاعلامي للموضوع اه لازم طبعا هو عمره ما الاهل ما هيطلع رسميا يقولك انا بطالب وزمالك يمكن اعلن الاهل في التصراحات رسمية اهل احنا ملتزمين بجدول الدوري وتخط برنامج للفترة اللي جاية لكن لو سألت بينك وبين المدرب او بينك وبين كابت صراح عايز يلعب لا 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 عايز يلعب عشان ما يتأثرش والله يصدقني ماتش ماتش زي دالة والله يصدقني محدش سيد رضوان في نقطة خطيرة ناس مشوا غدا بالامل منها الدوري التانية هيبدأ التسع مارس هيخلص امتى في نقطة ناس مشوا غدا بالامل منها سيد لي ما يخلص الدوري خلص لا انت عندك اولمبيات توكيو يا باشا الدوري خلص انت عندك اولمبيات توكيو عندك تصفيات تسعالة وانا قولت حد الكرة خلاص يا كل اسام طيبين يعني ننفل بعد الدور الأول؟ طبعا أنا أقول لك حاجة والله العظيم تصدقني الكلام ده ممكن يتقال عليها أنا طبعا ما بحبش كده يعني الدوري أنت عندك ارتباطات دورة أولمبية وعندك تصفيات كاسعالة وتصفيات كاسعالة طيب الدور لازم يخلص آخر خمسة أو الستة بكثير يخلصوه زي ما يخلصوه طب يخلصوه إزاي وإنت عايز تعجل موطش يقاله زمالك لا بأ أنا أنت عاوز مصلحة قومية ولا عاوز مصلحة محلية الجهاز الفني والإدارة هي لتشوف ده أنا كإعلام ما أعلمش أنا خلاص أنت مش عايزة أنا رأي أنا الخاص أصل الجهاز الفني طالما قال عايز رعب أنا رأي الصحفي ورأي كمواطن مصر أنا بقولك المواطن ده يتأجل يتأجل يروح في أي وقت وفي أي حد عشان مدة زمنية يعني لا يعني أنت أصلا مش أوروبا عشان برضو إحنا ما نقرنش نفسنا هيقولك قصر فيه ناس بتطلع برضو admit العجز الأهل مدة السفر بتاعته أطول يا بشرع فيه ناس بتطلع تتفلسف يقولك الليفربول لعب و 44 يا عم أنا ما ليش داعد لأنت ما قارنش بالليفربول أنا بقارن ليفربول بالشكل الظروف الأجواء هناك غير هنا بالشكل أنا قلت في أول اللقاء أنا قلت لك نعمنا بقارن ليفربول والأهلي بالأرقام وكده لكن الدور هنا غير هنا النادي هنا غير هنا المكنات هنا غير هنا أنت لعب واحد في الليفربول بأضعف دور المصر كله يعني لعب واحد في الوربول تمنه بالدور المصر كله يعني المزانيات هناك مختلفة عن مصر ده مش مقارنة ما فيش وجه المقارنة بس احنا بنقارن من ناحية الشكل لكن انت دلوقتي ما تقارننيش تقولي الوربول بيلعب وبيعمل وبيروح ويزرح كانت المباراة فين كانت المباراة يمتصر أقصى مسافة من أبعد دولة في أوروبا انت هنا بتقعد بالتمنتاشر ساعات وبعدين توابحها ايه انا بتكلم عشان لو احنا عاوزين نعمل حاجة مع الناس دي انت عندك الاقل والزمالك بيوجه فرقتين يعني اختبار صعب جدا جدا أصعب حاجة سيبك بقى من السوبر والكلام ده السوبر المحلي والسوبر ما كانش في السوبر في الأساس ما هو برضه عشان نتكلم بالمباراة كانت مباراة دوري ما هو ده استثمار بقى ما انا بقولك انت وانت ناس بتشتغل في الاستثمار صحيح ما انت عملت ماتش السوبر وبتاعه وعجيب منه فلوس لكن انت ده كله لازم الاجندة الاحترافية بتاعتك فين انت مش مجرد ان انت بقى بتجيب ماتش كده طب انت الماتش ده توقيته مش سليم توقيت السوبر المحلي ده اهل وزمالك اللي هتلاعب فبضب لو كان فضل زمهو 19 اتنين ماتش الدوري كان يبقى عندك مساحة حوالي 8-9 ايام على مقرارة الفرقية انت كنت عايز تلعب ماتش الدوري طب الاهم ماتش الدوري ولا السوبر بقى ليه منظور لا المنظور المادي خلاص السوبر المنظور الفني المنظور الفني العب دوري العب دوري خلاص انا كنت السوبر ده كنت اشوف له وقت تاني ووقت يعني اعمله مثلا في نهاية الموسم اعمله في اي حتة خلاص يعني هما الفلوس دي يعني اما برضو الفلوس دي مش كل حاجة فلوس طبا الفلوس تيجي في وقتها لازم الفلوس قازم في أمور المالية مع الأمور الفناية اقول لك حاجة يعني لو ما عملناوش السنادي طبعا ما هو قازمة كده لو ما كنتش عملته السنادي كان هيحصل ايه انا هيحصل ايه يعني هتعاقب انه من الفيفا مثلا يقول انت ما عملش السوبر انا هو ممكن للتحدي يكون محتاج فلوس او محتاج جسيول غالية فبينظم مصرقاتهم يعني ما هو عند الفلوس ما هو عند الفلوس ما هو عندوش فلوس يعني هما ايه تاكامل تلتاشر مليون جنيه طبعا هيصرفهم بنا طبعا ما هو عنده فلوس متأخرة مش عارف يا حصل تكفى الغربات نعم ما عارف اقول لك ماتش الالو بنا منزل واحد وجاء دخل في كم فلوس جاء لا يعني انا اقصد انا اقصد ايه انا عندي اهم لا بص انا عندي اهم ماتشين بتوع سانداونز والترج انا كراجل مصري واكلم وكراجل وطني بقى طب شاهد مباراة الالو سانداونز ازاي اه شوف يعني انا كنت من فترة كنت الان اه بيس كنت الان على الاهل شوية من فترة اه ودلوقتي دلوقتي لا انا عندي ثقة كبيرة جدا طب اللي اختلف اللي اختلف الفترة الاخيرة ديت الاداء والروح يعني احنا بنتكلم في ايه الاهلي بتميزوا الروح روح زي ما بنقول روح الفنية للحمراء ده مش كلام روح الفنية للحمراء دي حاجة بتميز الاهل فما ترجع الروح ديت هي برضو لسه ما اه ما رجعتش بنفس القوة انت عارف لو انت عايز بافريقيا بنفس روح الدولة عايز بنفس روح الدولة اقوى لا ده افريقيا بتحتاج اقوى كمان ابتدت اللعيبة اللي هي تدخل في الاجواء الافريقى والمدرب تده يدخل في الاجواء الافريقى ده اللي مطمم ده ملحم جدا اه بالظبط دي مرة اتنين كمان الاعداد لهذه المباراة بيتم بصورة جيدة انا اعلم يعني من الكواليس او كده الاعداد سواء اعداد نفسي اعداد بدني اعداد ذهني اعداد فني بيتم هو هو ممكن الناس لتقولك الاهل هم مركز في الدولة ومركز في الصبر المحلي لكن في نفس الوقت انا متأكد ان الجهاز الفن والاداري شغال وده بيبان برضو في الاعلام شغال على مطش ساندونز يعني اللي يقول غير كده انا مش ممكن هاهمل ده واسيبه لاخر وقت مش هاهمل انا الاستعداد لساندونز لاخر وقت انا شغال فيه من ساعة القرع متعمل وده ضبط طبعا فيه فرق شغالة ولازم الاحصائيات واجيب الفرق ديت واشوف ده بيمرر ازاي وده بيلعب ازاي وده كم تمريرة وكم باصة كل الكلام ده بيتحلل وانا عارف ان الكلام ده بيتحلل جيد فاذا ان هنا انا شايف خلاص المدرب فيلر ببتدى يدخل في الاجواء الافريقية اللعيبة اللي هم برضو اللي ما عندهمش الخبرات الافريقية ببتدوا يدخلوا في الاجواء الافريقية الاستعداد بقى اللي احنا بنقول عليه ده كله بيتم بشكل جيد زي ما اعلم البطولة السنة دي مختلفة يعني المواجهات كلها مواجهات شبه نهايات الزمانك والترجع يبقى ايام الجمعة والاهل وسانداونز يوم السبت نتمنى ان شاء الله المبارات تكون على الساد القاهرة الدولي كمان ان شاء الله بإذن الله ده 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 مجلس النواب ممكن يقوم بدور في الجزئية دي ببينه طبعا تنواب الشعب هل ممكن يبقى لك دور في فكرة حديث مع القيادات والوزارة هي مش مستهلة يعني الموضوع ده مش مستهل تدخل النواب يعني هو العملية واضحة هو بس دكتور أشرف صبحي طبعا نركز في الحتة دي ان المطشين ده يتلعبوا في الساد القاهرة فقاش مشكلة وبحضور طبعا جماهيري مكثف يا رب ان شاء الله اه يعني لازم بحضور جماهيري مكثف لا يقل عن 3040 الف غير كده أقل من كده هيبقى كلام احنا بنهزر بنهزر لازم تحضور جماهيري مكثف الجماهير ده مهم واعداد جيد لدخول الجماهير وبشكل محترم وبشكل حضاري واحنا ما نخافش احنا انت دلوقتي احنا في مهمة قومية يعني دي مهمة قومية مع الاهل مع ساندونز زمالك مع طلق دي مهمة قومية لكل المصرين يقفوا اهل زمالك يقفوا مع بعض النهاردة احنا الاهلي وجماهير زمالك مع الاهلي وجماهير زمالك مع الاهلي يعني تبقى كله بيقف وراء النديين دول لتخطي هذا الدور تصدقني لو تخطينا هذا الدور تخطينا الفرقتين دول طريقة هيبقى مفتوح للموران نهائية مطلوب من الاعلام ايه؟ لان الاعلام احيانا وبصراحة انا يعني رصدت ده الفترة الاخيرة يعني في اعلام بيطلع ممكن من غير ما يذاكر او يقرأ او يشوف يشخصا الامور ويعمل تاصل والفترة الجاية احنا بيحتاجين ان الكل يتكاتف للمصلحة الوطنية بص ننسى معشان كده انا بيقول لك مطشد تاع السوبر ده ما كانش توقيته ده اه عمو خلاص هيتلعب مطشد السوبر يبقى مطشد دوري خلاص انا بيطالب ان هو مطشد دوري ده يتأجل ده رقم واحد بالنسبة للإعلام وانه يتبنى موضوع ما يسبق خلاص الاندية مش هتطلب براس من الكلام ده يبقى ايزا الاعلام يركز على ان تهيئة الأجواء للنديين الكبيرين لانه هم يستعدوا للمبراطين الفاصلتين والحسامتين دور لا كون او لا نكون ومش معنى كده نكون او لا نكون يبقى لا يعني برضو الروح الرياضية والجماهير تبقى ملتزمة والتشجيع المثالي والكلام ده كله فالإعلام هو دوره نا خلاص سيبك بقى من حتة الاهل وزملك خلاص يعني ما نتكلمش بحتة الاهل وزملك هي طبعا بتفرض نفسها عشان مطشد سوبر لكن انا مش عاوزها بقى لا فيه ناس فرضاء حتى في أفريقيا للأسف لا انا بقول لحضرتك لا انت المفروض نبعد عن القصة دي هي مصر تلعب الاهلي بيمثل مصر زملك بيمثل مصر فالكلام ده لازم هو يكون شعار بتاعنا شعار الاعلام كله شعار الدينة كلها والجماهير ونازم تهدى بقى لكن انا بطالب بان ما ينفعش يد لعب مصر الاهل وزملك يوم 24 بس طيب وجهة نظرة شخصية اكيد شخصية طيب وانا بختم كلامي مع السيد ردوان لازم اعكد تاني على نفس الكلام اللي هو نفي اول الحلقة وبنقوله اثناء الحلقة واحنا كمان بنختم الفقرة الحورية الاولى من برنامج الاهلي الليلة والاتحاد الافريقي اعلن عبر موقعه الرسمي كما ذكرنا في البداية قبارات الاهل وسانداونز يوم 29 فبراير لقاء الزهاف في القاهرة والقاء العودة هيكون يوم السبت ايضا بعدها باسبوع يوم 7 مارس في بريتوريا الاتحاد الافريقي بيستند على لوائح ليحة المسابقات الافريقية للاندية الابطال دور ابطال افريقيا هي اللي بتعطيه الحق في تحديد الموعد بناء على الظروف الجغرافية والاقتصادية والرياضية والنادي كان له الحق في تحديد الموعد والتاريخ والمكان في الاضوار التمهيدية حتى دور ال32 لازم لما نتكلم في معلومات لازم الناس تبع ريها كويس جدا وعرفة اللوايح بتدي الحق المين والانتحاد الافريقي لما بيحدد موعد بيحددها بناء على معايير هو شايفها لنجاح مسابقاته سواء اقتصاديا او حتى رياضيا او حتى جغرافيا لان مع الاندية العربية الستة في ناديين في غرب افريقيا وجنوب افريقيا مازمبي وسانداونز بيراعب شكل كبير جدا المناطق الجغرافية وايضا البس الفضائي في اقامة هذه المباريات بالنسبة لتأويتات هذه الدول والحضور الجماهيري سواء المباراة لو كانت الجمعة او لو كانت يوم السبت اعتقد شرح لاني الناس مرة واثنين وثلاثة والموضوع يتقفل ودي حصلت قبل كده خلي بالك يعني حصلت قبل كده كتير يعني السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها وغولت حد الافريقيا معروف ان هو بيحدد لا هي فكرة لاشه ما حدش تلا يقولي نشمعنا لا بنفاهم الناس عشان باش حاجة يسمعها يشمعنا سيد ردوانا بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني ودائما بسعت بالحوار معك وموفق الفترة الجاية ان شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك شكرا فقرة كانت مهمة جدا وحلقة كانت مهمة جدا عشان نضع النقط على الحروف في موضوعات مهمة بالنسبة للفترة اللي جاية واحنا رسالتنا الاعلامية دايما بنتجرد من فكرة الانتماء طالما هناك لايحة وطالما هناك واقع وحقيق عشان في النهاية يهمنا المشاهد اللي بيتفرج علينا سواء اهلاوي او اي منتمي لأي مكان اخر يعرف المعلومة الصديقة والحقيقية شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبعد الفاصل زميل العزيز محمد الصاوي وفي ضيافته الكابتن اسامة عراض